ثم الثوتر الإيراني لبريطاني بات يهدد أن الملاحة الدولية فهل حان الوقت لمراجعة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بأمن المضائق البحرية كي لا تكون مسرحا للصراعات السياسية بين الدول أهلا بكم توتر متصاعد بين إيران والغرب محوره توقيف لناقلات النفط وتهديد لها في محورين مهمين للملاحة الدولية هما مضيق هرمز ومضيق جبل طارق في الأول حاولت زوارق إيرانية السيطرة على ناقلة نفط بريطانية فأخفقت وفي الثاني تحتجز البحرية الملكية لبريطانية ناقلة إيرانية بدعوى خرق العقوبات الأوروبية على سوديا لكن هذا بالنسبة لطهران لا يعد أن يكون شعارا وكأنها حرب من نوع جديد تلوح في الأفق يهدد فيها كل طرف بإغلاق البحار في وجه الطرف الآخر ما يعيد إلى الأذهان صراعا قديما على خارطة النفوذ في المضائق والممرات البحرية العالمية فهل يؤدي التوتر الحالي إلى تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية وما مدى تأثيره على التجارة العالمية عبر هذه المضايق ترسم حدود الهيمنة والنفوذ وعلى هذه المياه أيضا تخاط معارك النفط فلا يكاد صراع الإرادات الدائر في هذا التوقيت الحرج من عمر الأزمة بين واشنطن وطهران يحيد عن تدافع قديم جديد حول السطوة على معابر الملاحة الدولية وعن رغبة في نفط آمن يتضفق ولا ينقطع كل الأطراف التي تدير الصراع في الخليج تبدو وعية بأخطار حرب المضايق انخيضت في منطقة هشة التوازنات فأن تأمن ناقلات النفط العابرة مياه الخليج رسوها وإبحارها تقول واشنطن إنه من صميم الواجب الدولي على الجميع ولأجل ذلك الواجب ستحتشد المنطقة بمزيد من الأسلحة ولأجله أيضا هي ذاهبة لتشكيل تحالف يؤمن معابر الملاحة المضطربة لكن الموقف الأمريكي ما يفتئ أن يستدرك الحزم بنبرة مهادنة لا نريد حربا ولا نستعجلها ثم ما يلبط البريطانيون الواقعون بين مجارات رغبة التصعيد الأمريكية وجهد أوروبي مضن لمنع انهيار منجز الاتفاق النووي أن يصبح أيضا طرفا ظاهرا في التوتر مع تهران ففي منطقة حدود الاشتباك فيها مكشوفة تجاوز خرائط الجغرافية الضيقة امتد التوتر إلى مضيق آخر على دفاف المتوسط حين احتجتت القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية بمضيق جبل الطارق قيل إن الإيرانيين حاولوا الرد بعيدا أيضا في مياه مضيق هرمز وهددت زوارقهم ناقلات نفط بريطانية وقد لا يأمن أحد ردا آخر أيضا على شطان قريبة وفي مضيق غير بعيد عن جدوة التوتر كمضيق باب المندب الواقع أصلا تحت سيطرة جماعة عسكرية موالية لطهران تواطرت الأحداث إذن ورقب العالم المنطقة وقد بدت مهيئة لحرب وشيكة وبدى الرئيس الأمريكي وهجمات غامضة تسهدف ناقلات النفط وتسكت طائرة أمريكية مسيرة بدى مجبرا على الرد قبل أن ينعطف أكثر من مرة المتراجعين قد لا يعيد التاريخ نفسه وتستعيد المنطقة فصول حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي لكن الثابت أن في هذه المضايق حرب تبحث لها عن شرارة وأرحب بضيوفي من طهران الأستاذ عماد أبشناس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران ومن واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصاب الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعي في الاستوديو الأستاذ إيان بلاك أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور عبدالوهاب قصاب من هو المتضرر الأول من هذا التوتر وهذا التهديد الدائم للملاحة الدولية برأيك أهلا وسهلا بك وفي ضيوفك حقيقة المتضرر الأول هو كل الدول المشاطئة للخليج العربي زائدا كل الدول المستهلكة لنفط الخليج العربي ذلك لأن لكل ما يجري عبء كبير سيتحمله الذي يدفع ثمن البترول المستورد أزمة تتداولها الأيادي من طرف إلى طرف ومن مكان إلى مكان لكن الحل فيه متناول يد بإمكان الجميع الجلوس ومحاولة التفكيك عناصر هذه الأزمة ما هو مطلوب من إيران ليس كثيرا في واقع الحال إذا ما وضعت مصالحها القومية النهائية ثمنا لما يمكن أن تتنازل عنه وبالنسبة للأطراف الأخرى أيضا ليس في صالحها أن تولع أو تشعل حربا في منطقة متفجرة في كل زاوية من زواياها دكتور أبشناس إلى أي مدى هناك استعداد اليوم لدى القيادة الإيرانية بالفعل على التفكير بهذا المنطق ووضع ربما مصالحها الإقليمية ومصالح دول المنطقة في مقدمة ربما أسباب القلق في هذه الأزمة المتصاعدة تحياتي لك وللضيوف العزاء والمشاهدين الكرام في الواقع إيران تسعى كل جهدها لحل أي أزمة ممكن أن تحدث في هذه المنطقة لها ولجيرانها وهي دوما تؤكد على أن أمن هذه المنطقة يجب أن يتم تأمينه من قبل دول هذه المنطقة لا يجب إدخال الأجانب إلى هذه المنطقة الأجانب لديهم مصالحة خاصة مصالحة مخاصة أنا أعطيك مثلا الولايات المتحدة تستطيعون أن تسمعون كل تسريحات المسؤولين الأمريكيين هم يقولون أنهم في هذه المنطقة لحفظ مصالح الولايات المتحدة ليس لحفظ مصالح السعودية الإمارات قطر البحرين أو الكويت أو غيرها أين يتجسد هذا التوجه مع استمرار إيران والمسؤولين الإيرانيين في تصعيد الخطاب اليوم في الواقع هم يتحرشون بإيران إيران هي لا تقوم هي ليست البادية الأمريكان والبريطانيون والإسرائيليون والسعوديون هم الذين يتحرشون بإيران من أوقف السفينة التي كانت تحمل شحنات نقطة إيرانية هذا كان رتفعل أستاذ عمال من الذي أرسل قوتها إلى هنا من حصر إيران من رتفعل هم الذين بدأوا أي رتفعل من حصر إيران الولايات المتحدة حصرت إيران الولايات المتحدة هددت إيران فرضت عقوبات على إيران أخلت بالاتفاق النووي خرجت من الاتفاق النووي إيران لم تهدد الولايات المتحدة في هذه المنطقة ولكن الولايات المتحدة هددت إيران بالعمليات العسكرية ودوما تقول أن الورقة العسكرية على الطاولة إسرائيل هددت إيران السعودية على لسان محمد بن سلمان هددت بتدمير طهران ونقل الحرب إلى داخل طهران وغيرها يعني هم يهددون إيران وثم عندما يكون هناك رتفعل إيراني يقولون إيران التي تفتعل دعنا نسمع وجهة نظرنا نعم وجهة نظر ضيفنا في الأستوديو بأن تفتعل أزمات في هذه المنطقة نعم سيد أعيد التحليب حضرتك يعني بداية لماذا اليوم تبدو أن بريطانيا وكأنها أصبحت طرفا أساسيا في هذا الصراع الدائر والتساؤل الذي يخطر لنا يعني لطالما مرت السفن الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عبر مضيق جبل طارق في السنوات الأخيرة ما الذي تغير اليوم لكي تعتبر بريطانيا أن هذا خرقا للعقوبات الأوروبية على سوريا؟ من الهم جدا أن نوضح أنه عندما قام أو عندما سئل وزير الخارجية جرمي هوند عن هذا الموضوع بعد أن تم تصعيد الأزمة بالفعل هو أصر أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مياه جبل طارق كانت بسبب أنها كانت تنتهك العقوبات المفروضة من الإتحاد الأوروبي الموقف البريطاني سابقا هو أن هذا لا يتعلق بأي شكل الأشكال مع إيران نعم البريطانيون يقولون أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا بالرغم من أن إيران كان في ذلك ولكن الهم جدا أن نؤكد من أن الموقف البريطاني هو يدور حول العقوبات الأوروبية على سوريا في هذا الوضع المتأزم علينا أن نذكر كل الأشخاص بما في ذلك المشاهدين بأن بريطانيا ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقف البريطاني اليوم برأيك ألن يؤثر على هذا الالتزام المعلن اليوم من قبل بريطانيا بالاتفاقية النووية من الصعب جدا الإجابة على هذا السؤال الموقف السابق هو الخاص بالعقوبات الأوروبية على سوريا ولكن بريطانيا ما زالت تدعم الاتفاق النووي وهي غير سعيدة وقد قالت ذلك عدة مرات بأنها تختلف مع القرار الأمريكي الذي أصدره رئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ولذلك فهم في موقف صعب لأن الموقف الأمريكي هو موقف من الصعب جدا التنبؤ به وفي نفس الوقت هم يحاولوا الالتزام بالاتفاق النووي على الأورق على الأقل بالطبع الإيرانيون غير سعيدون بالرد الأوروبي وهم لا يعتقدون وهم محقون في ذلك بأن العقوبات تم إزالتها مقابل التنازلات التي قدمتها إيران نعم هناك مشكلة ولكن بريطانيا لن تتجاهل أي هجمات أو أي تهديدات لحرية الملاحة الدولية في الخليج وسأسألك لاحقا طبعا كيف يمكن تفادي ذلك أعود لك دكتور عبدالوهاب يعني برأيك اليوم لم تصبح الملاحة الدولية وبالتالي التجارة العالمية محل تهديد بسبب الصراعات السياسية بين الأطراف المتنازعة وهل حان الوقت ربما لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات التي تضمن أمن الملاحة الدولية في واقع الحال أن علينا أن لا نبالغ كثيرا بالتهديدات المحتملة حقيقة التهديد الأساسي والرئيسي المحتمل والذي يحمل مخاطر كثيرة للعالم ككل هو التهديد في مضيق هرمز ثم في مضيق باب المندب في مضيق هرمز يتمر بحدود 60% من ملاحة النفط العالمية إذن أمن الطاقة بشكل وبآخر يعتمد على هرمز حاولت بعض الضول الخليج العربي ومنها دولة الإمارات في أن تجد منفذا خارج مضيق هرمز وبادرت إيران بالتعرض على هذا المنفذ أنا أجلب للانتباه ما جرى في المياه القريبة من الفجيرة الفجيرة كانت الإمارات المتحدة تتصور أنها تخلصت من عنق الزجاج الذي هو مضيق هرمز وحاولت أن تصدر نفطها من خليج عمان بشكل مباشر لكن إيران تعرضت مرتان في هذا المكان مما أسقط حقيقة القيمة استراتيجية المضافة لبناء الفجيرة هنا نحن بأزاء تهديد وإيران التي هددت وإيران التي صورت وإيران التي حاصرت الناقلات المصابة والألغام التي اكتشفت كانت ألغاما إيرانية هذا من جهة من جهة ثانية إذا ما ذهبنا إلى باب المندب إلى مضيق جبل طارق ما قامت به بريطانيا حقيقة هناك نوايا أن هناك ذريعة أن ناقلة النفط كانت تحمل نفطا لسوريا مما يتعارض مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا هنا حقيقة القوة الرئيسية الفاعلة في جبل طارق هي البحرية البريطانية ثم البحرية الإسبانية ثم البحرية أو خفر السواحل المغربي أو الجزائري أي من هذه الأطراف الثلاثة الأخرى لا نتوقع أن يكون لها دورا سوى للبحرية الملكية البريطانية التي تمتلك الصخرة تمتلك جبل طارق وعندما اقتادت السفينة الإيرانية وبالمناسبة أن حق الزيارة للتفتيش والكاونترباند هذين مبدئين من مبادئ التأثير على حرية الملاحة التي يمكن للدول أن تستخدمها يعني للدولة المعينة التي تشعر بأن هناك تهديدا أو خرقا ما أن تصعد إلى ظهر السفينة تحت ذريعة أو تحت قاعدة ما يسمى بالزيارة للتفتيش وهذا الذي جرى أنه زيرة هذه الناقلة فتشت أوراقها ثبت أنها ذاهبة إلى سوريا احتجزت إذن هذه المنطقة أو منطقة جبل طارق هذه هي مشكلتها وجبل طارق هو أكيد واحد من الخوانق البحرية المؤثرة لكن كما قلت أن هناك أربع قوة بحرية موجودة في المكان وكذلك الفرنسية ليست بعيدة ثلاثة منها لا علاقة لها بالموضوع المغرب وجزائر وإسبانيا الموضوع يتحدث بالذي يمتلك جبل طارق نفسه القاعدة نفسها الصخرة نفسها وهي البحرية الملكية البريطانية كان هناك رد الفعل الإيراني واضح أن هناك استفزاز على سفن أو على ناقلات تحمل العلم البريطاني مسجلة في جزيرة آيل أبمان البريطانية وهذا هنا كان هناك استفزاز ردت عليه بريطانيا وهنا في مضيق هرمز زيادة التوتر هو الذي سيؤثر كثيرا على حرية الملاحة وعلى أمن المنطقة وعلى التصعيد المتوقع بعد ذلك أنا في واقع الحال لا أسمع الكيلان سوف نعمل على إصلاح هذا الخلل نعم سوف نعمل على إصلاح هذا الخلل أتوجه لك أستاذ عماد يعني يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي بأنه على القوى الخارجية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمنها يعني كيف ذلك وإيران هي أحد الأطراف في هذا الصراع بالدرجة الأولى هي من قام بالفعل بحصار السفن كما تفضل ضيفي وذكر قبل قليل كيف يمكن أن تكون هي حافظة الأمن وهي الطرف في هذا الصراع في نفس الوقت أول شيء بالنسبة لما جاء على لصان ضيفك من واشنطن إيران لم تتعرض لأي سفن الهجوم على ميناء الفجار لم يكن من قبل الإيرانيين حتى الأمم المتحدة قامت ببحث هذا الموضوع والألغام أيضا التي تحدث عنها لم تكن إيرانية لربما هو من الأفضل لنا أن نعطي معلومات للمشاهدين مؤيدة هي مسألة جدل الجدل لم يحصم حتى الآن استرعينا طبعا من حقا أن تقول هذا لكنه جدل لم يحصم بعد نعم نعم جدل لم يحصم وهذا عندما يشير الضيف أن الألغام كانت إيرانية وإيران تعرضت يعني هو يتهم إيران في حين أن الجدل لم يحصم حسب قولك ولكن بالنسبة لموضوع أقوبات الاتحاد الأوروبي على الشحنات إلى سوريا عادة أن هذه الشحنة لم تكن للسوريا وهناك دلاء الكثيرة لأن هذه السفينة لم تكن تذهب إلى سوريا فإيران أرسلت عدد شحنات من قناة السويس خلال الشهرين الماضيين ولم يكن لديها مشكلة ولم تكن مضطرة لكي يتعمر عن مضيق جبل طارق هذه السفينة كانت أكبر من أن ترسوا في الموانئ السورية خاصة من ميناء البنياس أولا ثانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو يستطيع فرض قوانينه على دوله هو لا يستطيع فرض أي عقوبات أو قوانين خارج إطار القوانين الدولية لو كان ذلك صحيحا لربما غدا المجلس الشورى الإسلامي يقر قانونا بوضع عقوبات على تصدير النفط أو أي شيء إلى بريطانيا وثم يقوم الحرس السوري أو القوات الإيرانية تقوم بتوقيفه سأعود لك سأعود لك ولكن هذه النقطة نعم هذه النقطة أريد أن أسمع رد من الأستاذ أيان هنا في الاستوديو على هذه النقطة تحديدا وسأعود لك المشكلة هي أن الإيرانيين ينكرون بشكل مكرر كما يقول ضيفك هذا النفي لا يوجد له مصداقية في الحقيقة أعتقد أنه يعكس وجهة نظر حكومته ولكن السلطات الإيرانية هددت أكثر من مرة بأنها إن لم تستطع أن تصدر نفطها أنها لن تسمح لأي دولة أخرى أن تصدر نفطها لا يوجد أي تفسير منطقي لأي شخص آخر من الممكن أن يكون قد قام بهذه الهجمات سواء كان في ماضيق هرمز أو في خليج عمان الأمريكيون والبريطانيون وغيرهم ليس لديهم أي شك في أن هذا كان من فعل إيران قد يكون هذا من الحرس الثورية الإيرانية بدون أن ينسق مع الخارجية الإيرانية وهذا يحدث هذا الجدل لم تحسم التحقيقات بعد النتائج نعم بالطبع ولكن لا يوجد أي شك من أن كل الأطراف الأخرى المعنية بهذه الأزمة لا تشك وليس لديها أي شكوك بأن إيران هي المسؤولة طبعا بناء على التصريحات التي أصدرتها الحكومة الإيرانية السؤال هنا هو كيف يمكن أن نتجنب أن يتصاعد التوتر أكثر من ذلك أعتقد أن إيرسال سفينة بحرية أخرى لحماية بعض النقلة النفطية هي وسيلة من الوسائل لكنه موقف عدائي موقف عالية التي باتت تقتضيها الملاحة الدولية والتجارة بالتالي إذا ما كانت كل سفينة سوف تتم مرافقتها مرافقة عسكرية هذا لا يبدو أنه إجراء بالفعل عملي على المدى الطويل أو حتى على المدى القريب نعم هو بالطبع ليس حل عملي في المدى القصير ولكنه من الصعب جدا أن الدول التي يهدد حريتها الملاحية وأيضا بسبب أسعار النفط لا يستطيع هذه الدول أن تترك ناقلتها تتعرض للمضايقات وفي بعض الأحيان للهجمات كما رأينا في الأسبوع الماضية لقد أن أتذكر ما حدث في السمانينيات عندما تم بالفعل الهجوم على بعض نقلة النفط بشكل متكرر لا أعتقد أن أي أحد يرغب في أن نصل لهذه الدرجة ولكن أعتقد بأن إيران تحاول أن ترفع العقوبات من عليها أعود لك بالسؤال الأمني أستاذ عماد يعني ضيفي هنا يقول بأنه تم إرسال اليوم إحدى السفن سفينة حربية إلى منطقة الخليج ماذا عن إيران؟ قال مرة أخرى المساوى بأن إيران ودول المنطقة قادرة على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ولكن عمليا على الأرض هذا لم نره واستغدفت السفن ولم تستطع إيران بالفعل منعها ومنع الهجمات التي وقعت في الواقع هذه الهجمات يعني هذه الرواية التي الضيف العزيز يتكلم عنها هي الرواية الأمريكية والبريطانية وهناك 198 دولة في العالم 196 دولة لم تؤيد هذه الرواية بأن إيران التي هاجمت السفن فقط الولايات المتحدة وبريطانيا هم شككوا في هذا الأمر ولم يكن لديهم أي مستندات في أن إيران قامت بهذا الهجوم هناك أطراف كثيرة مثل السعودية مثل إسرائيل لديهم أطمع أو حتى الإمارات لديهم أطمع بأن تقام هناك حرب بين إيران والولايات المتحدة ربما هم قاموا بهذا مجموعة البي أربع التي سماها السيد زاريب هم كانوا يحاولون دفع الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران ونحن نعتبر أن هؤلاء قاموا بهذا الهجوم لكي يدفعوا المنطقة إلى حرب ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك في هذه المنطقة لو لا الوجود الأجنبي في هذا المنطقة لو لا الوجود العسكري الأجنبي في هذا المنطقة أمن المنطقة مستتب هذه المنطقة لم يكن لديها مشاكل قبل أن يدخل الأمريكان إلى هذه المنطقة لربما تستطيعون أن تقرأوا التاريخ قبل أن تقوم الولايات المتحدة بتشكيل قواعدها في هذه المنطقة لم تكن لدى هذه المنطقة أي مشاكل الولايات المتحدة وبريطانيا صنعوا الإرهابيين زرعوا الفتنة فيما بين شعوب المنطقة لكي يستطيعوا أن يكون لهم موطق قدم في هذه المنطقة واليوم نرى أنهم يقومون بزيادة هذا التوتر لاستغلاله اليوم بريطانيا والولايات المتحدة يريدون حلب الدول العربية عبر زيادة التوتر في هذه المنطقة اليوم زادت كلفة التأمين على السفن التي تعبر مضيق هرمز إلى الخليج الفارسي عشرة ضعاف هذا حتى زادت التكلفة على البريطانيين وعلى الأمريكيين وهذه السفن الحربية التي يرسلونها إلى هذه المنطقة لن تستطيع أن تحميهم وهم يعلمون إذا قررت إيران مهاجمة أي سفينة أو إيقاف أي سفينة هي تستطيع القيام بذلك الدولة التي أصغطت الطائرة الأمريكية لم تخاف من إغراق سفن بريطانية يعني بريطانيا أصغر بكثير من الولايات المتحدة وليست عددا إيرانيون يحسبون لها حساب ولكن إيران لا تريد رفع نسبة التوتر في هذه المنطقة وعلى هذا الأساس الإيرانيون لم يقوموا بالرد بالمثل بالنسبة للبريطانيين وحتى رأينا الشائعات التي انتشرت عن توقيف باخرة سفينة بريطانية الأسبوع الماضي وبالأمس الإيرانيون قاموا بتفنيدها على الفور لأنهم لا يريدون رفع التشنج في هذه المنطقة ولحد الآن الإيرانيون معتقدون إنه إذا ما خرجت القوات الأجنبية لن تحتاج دول المنطقة إلى أي لا يكون لديها مشكلة وأنا نكرت أستاذ إيان على ما تفضل به ضيفنا من تهران ضيفك من تهران في الحقيقة في وجهة نظري يعطي رواية مبسطة جدا لهذه القصة المعقدة فنعم أن الأمريكيون قد انسحبوا من الاتفاق النووي وبالطبع الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي لا تتمكن من رفع العقوبات من إيران لا أعتقد أن بريطانيا أو أي من الدول الأوروبية ترغب في تصعيد الموقف ولا أعتقد حتى أن الرئيس ترامب يريد أن يصل بالوضع إلى مواجهة عسكرية شاملة هو يحاول أن يفرد سياسته الخاصة بأن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وأن يختلف عن سياسات أوباما وبوش هو كان معارض جدا للحرب في أفغانستان وفي العراق وكان معارض للتدخل في معارض للتدخل في سوريا وأيضا عندما تم إسقاط الطائرة المسيارة هو ولم يأتخذ أي إجراء عسكري ولذلك أعتقد أن الموقف سوف يحل بالدبلوماسية ولكن هناك خطر بالطبع أن يتصاعد الأمر ويخرج عن السيطرة السؤال الأخير وباختصار جدا دكتور عبد الوهاب هل لازلت تعتقد بأن هناك ربما إمكانية للخروج وبشكل دبلوماسي من هذه الأزمة؟ حقيقة أكيد فيما إذا كانت النوايا جاهزة دعيني أرسم الصورة السريعة باختصار لو سمع الوقت دهم عناصر التهديد فعلا بأقل ما يمكن لدينا كان سابقا مهددا واحدا للأمن القومي العربي هو الكيان الصهيوني إسرائيل الآن أضافت إيران نفسها إلى فإذن لدينا الآن مهددان للأمن القومي العربي أحدهما إيران والآخر الكيان الصهيوني يتعاونان يتقاطعان يتعارضان لا ندري لكن هذين العنصرين هما الذين يهددان الأمن القومي العربي في المنطقة لو لم تكن القوات الأجنبية مع عدم تأييد لوجودها السبب الأساسي لوجودها هو التهديد الإيراني لو لم تكن القوات الأجنبية موجودة في الخليج لحلت القوات الإيرانية في اليوم الثاني على ضفة الغربية للخليج سمعنا أنهم يقولون نحن نحكم أربعة عناصر أربعة عواصم عربية أعتقد أنهم يودون بإضافة ثلاثة وأربعة أخرى إليها المشكلة أن الإيرانيين سلموا الأمن لحظة واحدة فقط سلموا أمن الخليج العربي بيد الحرس الثوري والحرس الثوري مؤسسة غير نسؤولة في واقع الحال والذي يجري من تشنيج وتصعيد للموقف هو بسبب ذلك شكرا جزيلا أشكرك جزيلا الشكر الدكتور عبدالوهاب القصاب الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من تهران الأستاذ عماد أبشناس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تهران ومعي في الاستوديو الأستاذ إيان بلاك أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن كل الشكر لكم مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر